الزمان العاشر من نيسان عام 2006 المكان مدينة بغداد التي تعيش منذ ثلاث سنوات تحت نير احتلال غاشم يواجه مقاومة وطنية متصاعدة وسط أوضاع مأساوية نتيجة الانفلات الأمني وغياب القانون وتسلط الميليشيات وفرق الموت الحدث انطلاق قناة جديدة في فضاء الإعلام الوطني لتمثل صوتا حرا ممثلا للشعب العراقي في مواجهة الاحتلال وأذنى به إنها قناة الرافدين من رحم الحاجة لصوت وطني يحمل هموم الشعب وأماله في التحرر والنهوض بواقع البلاد ولدت قناة الرافدين فكانت منذ انطلاقتها مواكبة للمقاومة العراقية وصولاتها البطولية ضد المحتل كما فضحت جرائم الاحتلال الأمريكي وعمليته السياسية الفاسدة بكل مخرجاتها التي دمرت العراق ولأنها تمثل حضارة ضاربة في التاريخ فقد جسدت الرافدين طوال سني انطلاقتها ذلك العمق الحضاري لبلاد الرافدين ابتداء من شعارها الذهبي المدور الذي يمثل مدينة بغداد مدينة السلام التي بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ويجري وسطها موجتان تمثلان دجلة والفرات مرورا بخطها الوطني المتزن الذي اعتمدته القناة وليس انتهاء بمواقفها الوطنية الرصينة تجاه القضايا التي عاشها العراق كان للرافدين دور بارز في تغطية الأحداث الكبرى التي مرت بالعراق طوال السنوات الماضية بينها تظاهرات الخامس والعشرين من شباط عام 2011 بوجه حكومة الأحزاب الفاسدة كما برز دوره أيضا في فضح عمليات التدمير الممنهج الذي تعرضت له المحافظات المنتفضة وعمليات القتل والتهجير التي طالت أهلها بجريعة الحرب على تنظيم الدولة ولعل آخر الأحداث الكبيرة التي كانت شاهدا على دور القناة المؤيد للصوت الوطني تغطيتها لأحداث ثورة تشريين التي انطلقت في العديد من محافظات الوسط والجنوب رفضا للعملية السياسية وأحزابها وميليشياتها التي تسلطت على رقاب الشعب العراقي وانتصت دمائه وكان الدور الإعلامي المؤثر الذي لعبته الرافدين ولا تزال في نصرة الثورة مما شهد له الجميع وأغاض المنتفعين من السلطة الذين فشلوا في إسكاة صوت القناة رغم المحاولات المتكررة والحرب الشرسة التي شنت عليها طوال السنوات الماضية لا بد للتاريخ أن يعيد الناس